السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي تعرف ان عندك نقص في مستوى النحاس في جسمك؟ في 40 ثانية هقولك على اهم العلامات والاعراض لو ظهرت عليك تعرف ان عندك نقص في مستوى النحاس وهقولك على اهم المصادر الطبيعية للنحاس لو لقيت عندك أنيميا نقص الحديد لان النحاس مهم لامتصاص الحديد لو بتتعب بسرعة من هال لمجهود لو عندك ألم بالعظام والمفاصل والعضلات صعوبة في التنفس مع اضطرابات في دقات القلب ودمور في الاوعيات الدموية وظهور تقرحات جلدية تساقط في الشعر والتغير في لون الجلد فممكن يكون عندك نقص في مستوى النحاس في الجسم طب ايه هي اهم المصادر الطبيعية للنحاس؟ السبانخ والبنجر والزنجبيل والسمسم والطماطم والبدنجان كده يبقى عرفت اهم العلامات والاعراض اللي بتقولك ان فيه نقص النحاس في الجسم وكمان اهم المصادر الطبيعية للنحاس